السلام عليكم مشاهدين متابعين الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المباشر هنا من تحفة ميادين سبقات ميدان المرموم في هذه الانطلاقة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ في انطلاق سن الكبار من الحول والزمول بسم الله وعلى بركة الله تعلن الانطلاقة الأولى وأول اندفاعاتنا في هذا المساء المتجدد دائما بالنشاط والحيوية والانطلاق على بركة الله بدأ انطلاق أولي الأشواط وهو الشوط الخاص بالحول المحليات الأصائل في هذه الأمسية التي نتواصل من خلالها بسن التاريخ والإنجازات والأسماء التي عبرت في تاريخ هذه الرياضة بنجاحات كثيرة تواصلت من سباق إلى سباق ومن موسم إلى موسم البداية بدأنا ومع البداية نرحب بحضور ومتابعة سمو شيخ المرم المكتوم المكتوم المتابع دائما لانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة نسير في مسار ستة كيلومترات نتابع البدايات في هذا المساء الذي يتجدد دائما بوجود أسماء عملاقة لها التحدي والإثارة هناك افتتاح على المركز الأول وأول منطلقات في هذا الشوط لهجن العاصفة تليها في المركز الثاني وجهة نظر في المركز أو قرموشة في المركز الثاني قرموشة في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد براشد مع آخر 2 كيلومتر من نهاية المسافة المعتمدة في هذا المساء انتظارها ما شاء الله انطلاقها مؤكد واندفاعها مؤكد ومسارها مؤكد مع اللحظة الأولى التي تعبر فيها افتتاح والتي بدأت من هذه اللحظة أيضا في الاستماع استماع إلى توجيه الواثق وانطلاق مع الواثق وسير مع الواثق تركيبة متميزة تبدأ بها تحديات الإثارة في هذه الأمسية في هذا الشوط افتتاح على المركز الأول افتتاح ومفتتح الشوط والبداية ومفتتح المراكز والنداء وعلمها افتتاح عشقها المركز الأول المركز الثالث قرموشة على المركز الثالث في هذه الانطلاقة في متابعة متميزة أيضا لهجن العاصفة في هذه الانطلاقة وهناك على المركز الثالث مشكورة تنضم على المركز الثالث لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي وتواصل هنا تدخل وجهة نظر على المركز الرابع لتتابع هذا المربع الذي يحمل هذه البداية الله وجهة نظر وجهة نظر يا سلام شاركت وتقدمت وأصبحت في المركز الثاني هذه المراكز الأربعة الأولى ولكن اتوقع أن افتتاح خلاص دونت شوطها الأول دونت مسماها الأول دونت انطلاقتها الأولى في هذا الشوط حاملة هذا المسار البداية التي انطلقت مع افتتاح سارت افتتاح تابعت افتتاح تجهزت وعدت العدة افتتاح لهذا الموسم يا سلام يا سلام ما شاء الله وتبارك الله افتتاح وهي افتتاح استفادت من قبرة السنوات تنطلق هنا في هذه اللحظة تحمل هذه البداية الأولى لتؤكد أنها بالفعل اسما على مسمى منطلقة ما شاء الله وتبارك الله بهذا الاسم الذي يعبر عن البداية الأولى لكل انطلاق وكل مسار وكل تحدي المركز الثاني مشكورة لهجن الرئاسة مع عيسى بن احمد بن مايد والمركز الثالث وجهة نظر أيضا لهجن العاصفة التي تتابع وتنظر إلى الانطلاقة الأولى الله 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 انشوف وجهة نظر انشوف مشكورة وأتابع المقدمة بافتتاح الله 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 أتابع اللحظات الأولى التي تعلن هذا الاندفاع وتعلن وجود افتتاح في هذا المسار في هذه الانطلاق اذا انتهنيها والناموس في هذا الاندفاع مع هذه اللحظات هناك لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز افتتاح بالمركز الأول سلام يا العاصفة سلام يا العاصفة سلام يا الواثق مع هذه الانطلاقة الأولى المركز الثاني مشكورة لهجن الرئاسة والمركز الثالث تاتي الشاهينية السيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع وجهة نظر لهجن العاصفة والمركز الخامس شاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هذه مراكزنا الأولى وتحدياتنا الأولى وانطلاقنا اللي بدأ مع بداية هذه الأمسية يا سلام أعود مع التوقيت وأتابع التوقيت وأشوف التوقيت 9 دقائق و 26 ثانية ثلاثا من الأجزاء من الثانية مع انطلاقة التحديات في هذا اليوم تهنياتنا للعاصبة وهجنها والتهني على حمد بن راشد بن قدير المركز الثاني كانت مشكورة هالمركز الثاني شكرا لهجن الرئاسة في هذا الظهور المتميز في كفة الميادين 9 دقائق 27 ثانية جزءين من الثانية شكرا لعيسى بن أحمد بن ميت الخيري والمركز الثالث كان التدخل القادم من انطلاقة الشاهلية التهنيات والنموس لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بالراشد المكتوم والتهنيات أيضا لمطر باللاحج الهيري 9 دقائق 30 ثانية وجزءين من الثانية هذا هو شوط الأول الذي ينطلق ونستكمل أيضا